برضو ده بيخلينا ان شكوى كبيرة جدا او الناس لما يعني اعلننا عن الحلقة بتاعت لم الشمل كتير من الناس كانت بتسأل هو ايه الاخطاء اللي بيقع فيها طالب اللجوء اللي بيقدم على طلب لم الشمل وكمان ايه الاسباب لو حضرتك برضو توضحنا اسباب رفض لم الشمل قبل ما نتطرك للسؤال ايه الاخطاء اللي الشخص ممكن يقع فيها خليه جيله رفض لم الشمل او تخلي لم الشمل ماينفعشي بس خليني اوضح نقطة للمشاهدين اللي عنده حماية سنة عنده اقامة سنوية يقدر يعمل لم الشمل ازاي وامتى اللي عنده حماية سنة هنتكلم برضو عن القاصر اذا القاصر اخد حماية سنة طفله عمره 12 سنة اخد حماية سنة من حقه يعمل لم شمل الاهله الاب والام والاخوات ضمن بعد ثلاث سنين من تاريخ البشيد اللي موجود في الحماية السنوية يعني هنقول انه هو اخد في تاريخ واحد واحد الفين اربعة وعشرين حماية سنة اول مرة يصدر القرار هنعد من على التاريخ دوت ثلاث سنين وعن طريق البيئة فق بيعمل لم شمل لاهله ما فيش مشكلة تمام طب وبيبقى موقفه في الفترة دي في الثلاث سنين بتتجدد الحماية بتاعته بتتجدد طبعا 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 بتتجدد ده للقاصر بعدين بيقدر يجيب اهله تمام مزبوك طيب الشخص اللي مش قاصر كبير وعاوز يجيب زوجته واولاده او هي عايزة تجيب زوجها واولادها احد اطراف الاسرة احد اطراف الاسرة تمام من حقه ان هو يجيب اسرته نفس القانون اللي بينطبق على القاصر ولكن فيه اختلاف نقطة برضو لو اخد الاقامة بتاريخ واحد واحد الفين اربعة وعشرين هيعد التلات سنين من تاريخ البشايد اللي هو اخد فيه حماية سنة ويعمل لم شمل ولكن عن طريق عقد عمل حصريا الدخل شيء مهم والسكن شيء مهم وفي الحالة دي يقدر يعمل لم شمل لأسرته فيه حد ممكن يسألني يقولي وده السؤال ده بيجيلي كتير جدا طيب هل الاقامة دي بتتجدد يعني بعد سنة بعد ما انا بحصل على الحماية السنوية هل بعد سنتين تلاتة بتبقى اوتوماتيك اقامة لجوء 3 سنين لا طيب هل اقدر اعمل لم شمل لأسرتي بعد 3 سنين من الحماية السنوية حصولي عليها عن طريق حصريا اللجوء لا لازم يكون في داخل فيه حد بيقولي طب ما فيه فلان عمل كذا ومشي مع الحال اوكي ممكن تجرب بس حسب طائلة القانون لا لازم يكون في داخل ويكون فيه سكن كافي نقطة اخيرة علشان نبقى وضحنا اهم النقاط للمشاهدين طيب شخص داخل اعزب للبلد وحصل على حماية سنوية نعم تمام وفكر مثلا هيتجاوز واحدة من سوريا من تركيا من اي دولة ايا كانت ما يقدرش يجيبها حتى لو عد على بيشاهد اللجوء بتاعه 3 سنين لازم ينقل من الحماية السنوية ينقل لاقامة اخرى زي الاقامة الاوروبية مثلا او يحصل على الجنسية في الحالة دي يقدر يجيب لمشامل اي واحدة خارج الدولة ترجمة نانسي قنقر